وفي تحديات المرحلة الصعبة اتهم رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان وزارة الهجرة والمهجرين استغلال منحة العودة للنازحين لأغراض سياسية وانتخابية دعيا رئيس الوزراء إلى سحب الملف من يد الوزارة لضمان صرف المنحة للأسر العائدة منذ سنوات بشكل منصف والالتزام بمبدأ الأسبقية دون تمييز سليمان شار إلى أكثر من 450 ألف نازح بانتظار استلام المنحة المالية رغم حاجتهم لأضعاف تلك المنحة لكي يستأنف حياتهم الطبيعية وأضاف أن المنحة المقدمة من الوزارة بدأت تستغل سياسيا ما يتطلب موقفا حكوميا واضحا وصارما دون مماطلة أو تسويف